اهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجدداً برامجكم عدسة إثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية و أيضاً الدينية والتربوية فأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة اليوم حياكم الله معنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم و على آله و صحابته أجمعين حيا هلا بكم إخواني و أخواتي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج عدسة إثراء والذي يأتيكم عبر قناة إثراء الفضائية إن من الوعود الربانية والله سبحانه و تعالى لا يخلف المعاد يقول الله سبحانه و تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات فالمسلم حينما يسمع هذه الآية يكثر من الحسنات حتى تمحى سيئاته فمن رحمة الله سبحانه و تعالى أن جعل الحسنة بعشرة أضعافها والسيئة بمثلها فحينما تفعل سيئة سيئتين ثلاث أربع خمس تكتب هذه السيئات على قدر عددها ولكن تفعل الحسنات حسن حسنتين ثلاث ثم تمحو سيئاتك بإذن الله سبحانه و تعالى وأيضا إخواني السيئات مفهوم المخالفة موجود هنا السيئات إذا كثرت تذهب بركة الحسنات و تذهب الحسنات فالعاقل يجلس مع نفسه محاسبة يومية ماذا فعلت في يومي و ليلتي ما هي الحسنات التي قدمتها و ما هي السيئات التي فعلتها و إن فعلت السيئات هل تبت و رجعت إلى الله سبحانه و تعالى من هذه السيئات أم لم أرجع وأتوب إلى الله سبحانه و تعالى فالمسلم يكون ديدنه هذا لأن العبرة الحقيقية ليست في الدنيا و ما نحصله في الدنيا إنما العبرة الحقيقية يوم القيامة حينما يؤتى بالميزان فيضرب الميزان إخواني و أخواتي كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني طوله كطول السماوات كعرض السماوات ميزان عظيم يضرب يوم القيامة و المثاقيل فيه بالذرات ماذا فعلت من حسنات ماذا عملت من سيئات كما قال ربي سبحانه و تعالى و من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى و من يعمل مثقال ذرة شرا يرى ثم تتوالى حسناتك و سيئاتك فإذا غلبت الحسنات السيئات كنت من أهل الجنة رجعلني الله و إياكم من أهل الجنة و لكن إذا غلبت السيئات الحسنات كنت من أهل النار و لا حول و لا قوة إلا بالله فالعبد يجعل ديدنه هذا حتى و إن أشغلته الدنيا و أشغلته نفسه عن رب العزة و الجلالة و لكن يكثر من الحسنات و من رحمة الله سبحانه و تعالى أن نوع الحسنات و يسرها سبحان الله حسنة و الحسنة بعشرة أمثالها الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله و هلما جر من الأذكار اليسيرة التي لا تحتاج إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا إلى فقط استحضار قلب وتحريك لسان و أنت في السيارة أشغل لسانك بأستغفر الله كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبت لمن يهلك و معه النجاة فقال له و من نجاة يا أمير المؤمنين فقال أستغفر الله فالمسلم يكثر من هذه الحسنات اليسيرة حتى و إن كانت في أعين البعض لا تأخذ منك وقت ولا شغل ولا شيء ولكن الدنيا أشغلتنا فنسينا الحسنات و نسينا الاستكثار من الحسنات و بذلك أغوانا الشيطان و أغوتنا أنفسنا فأكثرنا من السيئات و نقول و نوصي أنفسنا و نوصي الجميع نزاحم كثرة سيئاتنا بكثرة حسناتنا السيئات نحن نعملها و النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطى فنحن مخطئون و مذنبون و مقصرون في جناب ربنا سبحانه و تعالى و لكن ليس عيبا أن نخطئ ليس عيبا أن نذنب ماذا فعلنا بعد الذنب تبنا إلى الله استغفرنا ربنا سبحانه و تعالى عملنا صالحا بعد هذه السيئات حتى زادت موازيننا في الدنيا و الآخرة عند الله سبحانه و تعالى و أيضا يا إخواني والله 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 الحسنة لها تبعات في الدنيا و السيئة لها كذلك تبعات و مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عن رب العزة و الجلالة و ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أن تكثر من الحسنات لماذا حتى تنال محبة الله سبحانه و تعالى و لكن ماذا قال الله سبحانه و تعالى بعد ذلك فإذا أحببته يعني كثرت حسناته فالله أحبك يا عبد الله كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي عليها و لئن سألني لأعطينه و لئن استعاذني لأعيدنه و في رواية لئن استغفرني لأغفر له أو لا أغفر له فإذا كان ربك يسمعك و يحيط سمعك و يبصرك و يحيط بصرك و يعني يدك التي يبطش بها يقول و كنت يده التي يبطش بها أي يحفظ لك يدك و يحفظ لك رجليك فهل ستسمع حرام؟ هل سترى الحرام؟ هل ستفعل بيديك الحرام؟ هل ستذهب برجليك إلى الحرام؟ كل ذلك لن يحصل لماذا؟ لأنك استكثرت من الحسنات فالمسلم إخواني و أخواتي يعرف قدر الحسنة و مما يبين قدر الحسنة إخواني و أخواتي الله ذكر لنا أُناس يوم القيامة يجلسون بين الجنة و بين النار من هم؟ أهل الأعراف ينظرون إلى الجنة و يقولون اللهم اجعلنا من أهل الجنة و ينظرون إلى جهنم و أهل جهنم و يقولون اللهم بعد بيننا و بين هؤلاء من هم أهل الأعراف؟ في أحد التفاسير قالوا أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها يأتون يوم القيامة حسناتهم وسيئاتهم متساوية فيكونون بذلك يمكثون كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات أنهم يجلسون بين الجنة والنار إلى ما شاء الله لماذا؟ لأن تساوت حسناتهم وسيئاتهم فنعرف قدر الحسنة فمن تعدت حسناته سيئاته ولو بحسنة واحدة دخل الجنة وإذا تساوت وقف بين الجنة والنار نسأل الله عفوه السلام وهذا بحد ذاته عذاب لا تعرف مآلك هل أنت من أهل الجنة من أهل النار فهؤلاء هم أهل العرافة الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم فهذا هو قدر الحسنة وأيضا إخواني وأخواتي إذا فعلنا الحسنة لابد علينا أن نحافظ عليها محافظة على الحسنات إخواني وأخواتي ليست بالأمر الهيئ أن تفعل الحسنة أول شيء لابد حسنتك تخلص من قلبك أنها لله فلماذا صليت؟ لماذا ذكرت ربك؟ لماذا فعلت؟ لماذا فعلت؟ كله اجعل نيتك الأولى لله سبحانه وتعالى لا تجعل أي نية ثانية مع ذلك ثم بعد إخلاصك لله سبحانه وتعالى الحسنة تجر أختها أنا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر أبحث عن المزيد وبذلك علامة على القبول شخص يصلي صلاة المغرب وإذا أتت صلاة العشاء انشغل عنها هذا علامة عدم القبول للصلاة والسلامة ولكن شخص صلى المغرب وانتظر صلاة العشاء ثم صلى العشاء وكان حاملا في رأسه وفي ذهنه هم صلاة الفجر وبذلك يا إخواني وأخواتي يكون الحسنة قد قبلت عند الله سبحانه وتعالى فالحسنة تجر أختها والمسلم عليه أن يحرص على الحسنات وخاصة الحسنات المرتبطة مثل الصلاة مثل الصيام ونحن في شهر الله المحرم نكثر من الصيام فأحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان شهر الله المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أيضا ما تستطيعون من فعله من حسنات افعلها ولا تنظرون إلى هذه الحسنة صغيرة أو هذه كبيرة وانظروا إلى السيئة فالسيئة الواحدة ربما توجب عليك يا عبد الله ماذا؟ دخول النار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له تلك التي عذبت الهرة فهي لم تطعمها ولم تجعلها تأكل من خشاش الأرض ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا خير فيها هي في النار ولما قالوا عن الحسنة الجميلة يا رسول الله إن فلانة ليس عندها كثير صلاة ولا صيام يعني لا تفعل الشغلات المفروضة والأمور المفروضة منها قال ولكنها تحسن إلى جيرانها حسن إلى جيرانها بحسن خلقها فماذا وجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أوجب لها؟ قال هي في الجنة فأنت لا تستهين بقدر الحسنة ولا تستهين بقدر السيئة لا تقول هذه كبيرة ولا هذه صغيرة ربما حسنة واحدة تدخلك الجنة وربما سيئة واحدة يوجب الله لك بها النار والعياذ بالله فالمسلم يعي هذا الكلام إما أن يكثر من الحسنات فلا يدري ما هي الحسنة التي ستدخله الجنة وتوجب عليه رضا الله سبحانه وتعالى ولم يعلم ما هي السيئة التي ربما تكتب عند الله سبحانه وتعالى ويكتبها الملك فتكون موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى عليه وبذلك يكون أين مآله إلى جهنم وبئس المصير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من جهنم وأن يباعد بيننا وبين جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل هذا هو الله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر